السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير ديزيد اليوم الحصة تعنا ونغادي نتكلموا على المنتخب الوطني شو المنتخب الوطني ونسيفتقد المنتخب الوطني أحد ركائز الأساسية في البطولة كأس أمم إفريقيا يعني اللعاب وسط ميدان دفاعي وعدلانك ديورا على الأخير ساهمة بدرجة كبيرة في تتويج الجزائي باللقب النسخة الفارطة من الكار يعني من سوف يكون سكولي غدير بدل مشعل زروقي زرقان بالقبلة من سيختار بالماضي لخلافة الدبابة نحن على بنابل اليساييك واللعاب هذا نتمنى وإن شاء الله بربي حاجة اللي نتمنىها لعابين بين هذو ثلاثة وينيكونوا عند حسن ظن الجماهير أولا والمدرب اللي أحط فيهم خاتش المدرب المدرب غادي أحط ثيقة في اللعابة مدرب يدير ثيقة في اللعابة من أجل اللعب من أجل بش يقدموا بش يطبقوا الخطاتي نحن نجمناه بين هذو ثلاثة لعابة زروقي زرقان وبالقبلة يقدموا ما عليهم ولعل أبرز العقابات التي تنتظر الناخب الوطني جماب الماضي خلال حملة الدفاع عن التاج الإفريقي والتي تنطلق الأسبوع المقبل هي إيجاد بادين مثالي للغائب الأكبر عن الدورة دورة عدلين قديورة رغم أنه ما نقول دوسا قارعه عدلين قديورة عدلين قديورة بالصح هو كان معول عليه وقلوا باللي كان معول عليه لو كان على باكله كان باللي ما كيسموها ما تبليسة وما رح يلعب كو رح يلعب تي تيلر كو رح يلعب تي تيلر هو أصلاً والناس قالوا له عن الله أنا لا تهمني السن يهمني اللعاب في الميدان وان غياب عدلين قديورة بداعي الإصابة خاصة أن كرة القادمة الإفريقية معروفة بالاندفاع البدني والصراعات الفردية القوية التي تتفوق فيها الدبابة مثل ما يلقب وقام بالعمل الكبير في التشكيلة الخط خلال طبعة سابقة من الكان في مصر وهذا باعتلاف وإشادة الجل الأخصائيين الذين أثنوا كثيراً بالدور الذي قدمه خلال بطولة أمم إفريقيا بمصر للتوازن الذي أحدثه في وسط الميدان خاصة تنوين ساعد بزاف الدفاع والتغطية وإن كان يعمل كذلك التغطية في حال سعود عطال وإن كان يخدم ويدير التغطية في شو كان يخدم؟ كان يخدم على عرض الدفاع كان يخدم على عرض الدفاع يقولوا إحنا الفيناتي لريبيزها الأربية كان في التغطية وكان دار التغطية على أبن سبعيني بالرغم من تألق مواهب الصاعدة رمزي زروقي لعاب ديفانتي الهولندي فيما كان عدلين في مباريات تسويات كأس أمم إفريقيا والمونديال ستكون كأس أمم إفريقيا بالكاميرون منافسة مختلفة سيختار فيها نظر لحدة سراعات في وسط الميدان وكثافة رزنامة حيث سيلعب الخض مباريات كل ثلاثة أيام أمام منتخبات سيرانيون وغينية استيوائية والكورتيبور خلال هذا الدور الأولى يعني يوم 11 جنوبي و16 جنوبي و20 جنوبي قبل أن يرتفع الناسق المسابقة الأكثر بداية من الدور الربع النهائي بمواجهة منتخبات أعلى مستوى في المباريات أكثر إرهاق بدنيا وذهنيا ستشهد خروج الخاسر مباشرة من البطولة نا وإن الناس يقول لك تولي زروقي الناس اللي حكموا على زروقي يوم مباراة بوركي نافاسو وانساوب لزروقي أنقض المنتخب الوطني من هزيمة نكراء أمام بوركي نافاسو في مراكش على ما يقول أنقض الجزائر من هزيمة ناس كانت ناقصة منافسة راجعين من الإصابات يعني وين زروقي وين أنقض الجزائر أمام بوركي نافاسو في مراكش من هزيمة نكراء هزيمة كنا قرارين خسروا ناس حكمت عليهم مباراة على عودات بوركي نافاسو هنا لو كان تشوفوا كيسموه زروقي وين كان يلعن تحس أنت أشوف البناتي اللي جابها بن عمري زروقي وين كان زروقي ترجع للاكس وين طلب منه المدرب باش يرجع يخدم مع بن عمري يقول مع بن عمري مايبعتش على بن عمري بالزروق خلاتش عليه وين بوركي نافاسو في ذيك المباراة وين عارفوا الثغرة تعنا وين جاية عارفوها وين يعني وين شاهدنا كيفاش وين كان نقطة الضافت تعنا وشاهدنا وين بن ناصر حتى بن ناصر في ذيك المباراة يعني مشي ما قدمش مستوى كيما يقول لك ما نجبش العب ديو بوست اللي عب زوست على رول في ديو بوست عبالك وين الناس اللي يقولك هاو الميليو تيرة كخاوي ها الميليو تير مش الميليو تير اشه باللعاب كيفاش يتحول لصح حتى كما كان خلوا ما نهضروش على سوال ما نهضروش كما يقولك على سلاحنا كما تتوفر حلول أخرى لجماب الماضي الذي ربما سيستعين باللعاب لآدم زرقان خلال مبارك كان لسيما أنه يحمل شبه كبير من عدلان قديورة في طريقة اللعب فهو يتمتع ببنية قوية ويتميز أيضا بالشجاعة في خوض الصراعات الفردية وربما هذه الخصائص ترشحه أن يكون باديل أجدر للعاب شيفارد يونايتد الإنجليزي ليكون حيصان أسود لجماب الماضي في كانت كاميرو ان شاء الله ما نهضروش كيجابهم في القائمة يعني أنا أتاكل عليهم كيجابهم أنا مذابية يدير فيهم ثقة كيجابه للعابة رغم أنه الكل يعرف القائمة على المنتخب الوطني تسعين بالمئة القائمة على المنتخب الاساسية معروفة معروفة التشكيلة على المنتخب الوطني معروفة قائمة على المنتخب الوطني سوف نرى جوز تغييرات في الأماكن وهي تعب الناصر بسبب بداعي العقوبة و في غولي بسبب الإصابة هذا ممكن هذا ممكن يعرف البولة لا يعرف شاني نهدر عبك بدلي لعاب عندك ما يلعب شي ما يلعب شي مبارايات وتجيبوه يلعب يقول لي مرايش سهلة والله مرايش سهلة أنا والله يدعلي يدير ثقة ثقة في لعابين كما وعد كما بدران كما طاهرات الله غالب اللعابة هذو رغم يلعبو رغم يلعبو مشاركة عندهم وقت فيك رأيهم عندهم بزيب سوالح هناثروا كماندي ماذا بينا ماندي شكل يكره ماندي مكشل يكره ماندي سخر الدفاع بمعنى الكلمة شوف كيفاش ماندي تراجع المستوى التعو وينبانوا ثغارات بزيب بانوا بزيب بانوا بزيب بانوا ثغارات ماندي كان يعمل التغطية ماندي كان يتحمل عب الأخطاء التعب يكون ثغارات الامري weitere أن تغطية متو ظهر كينيا كينيا سينيغان كم كمه لا كمه أبل كانوا متعاونين عليه كان في غولي متعاون معه كان يرجع في غولي وين كان يلعب ديفوال رولتا مدافع يرجع يلعب مع عطال كانوا قام بلعين عليه قام حارثينا إن شاء الله برحل إن شاء الله يكون بقى لك على ربي يدخل بعقلية بقى لك على ربي إضافة إلى ذلك يملك الناخب الوطني حل ثالث من أجل تغطية غياب دبابة في وسط الميدان يتمثل في هاريس بالقبل اللعاب بريس فرنسي الذي يبقى قيمة معروفة لجماعب الماضي بحكم مشاركته السابقة في عديد من المباريات خلال مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كاس أمم إفريقيا والعالم وكاس العالم المهم ضربك هي تبقى إحنا رأينا نحضروا كما هك نجيبوا المحتويات هذو نحضروا عليهم نفكروا بلي كيفاش كنا نلعبه كيفاش وكيفاش لازم يكون لعابه وكيفاش هي تبقى كلش عند المدرب إحنا رأينا نتكلم صحيحة كلش عند المدرب أيش مدرب هو اللي غادي يحط بالتشاور مع سطاف تيكنيك تاعه مع اللي يشوف التشكيلة المناسبة لي يدخل بها هذه هي كما يقول لك التوفيق إن شاء الله حسنا يقولوا بلي باي السهلا ما عاش نهدو باي السهلا اشتركوا في القناة